نضموا لقاء مع جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الهجرة هذا الاجتماع هو أول اجتماع مع الوزارة الذي يبدأ بعد انطلاق أشغال هذه الحكومة الحالية هدفنا هو نشرح لهم تصواتنا في مجال الهجرة وفي نفس الوقت نستمع لهم باعتبارنا وهما الشركاء الأساسي لا يمكن أن تنجح سياسة الهجرة فعالة وذات مرضودية إذا لم يكن لديك مجتمع مدني قوي ومنخلط فيها نقطة الثانية وكننا خبوهم بمستجدات ما يقع لحدود المغيبية الجزائرية في المناطق المحاري المدينة فيقيق أول موضع لهم هو أن الإخوة السوريين كينين في التراب الجزائري ليس في التراب المغيبي وبالتالي ما دم أننا في التراب الجزائري هي مسؤولية السلطات الجزائرية لأنها تحميهم وتتنبيهم إنسانياً القرار المغيبي واضح لا يمكن أن نسمح بهجرة غير منتظمة وغير منطمة وبالتالي إلى هذا الناس يدخل المغيب يجب أن يتصلوا بسلطة المغيبية في مكان ما ونحن نصل بملفاتهم ونضي لهم واحد دراسة التي نأخذ بعيداً لأعتبار الجوانب الأمنية والجوانب القانونية بجوانب قانون الهجرة في المغرب تعرفوا بأن انطلاقاً من توجهة صاحب جهلة هناك خمسة لفحالة من الإخوان السوريين التي تم تسويط وضعيتهم الآن تم تسويط وضعيت 1069 لاجئ سوري الآن عنده شروط الإقامة القانونية انطلاقاً من مواثق الدولية لدينا مرحلة ثانية للإدارات المعنية هي بصدر دراسة مجموعة ملفات هدفنا ونحترم الجوانب الإنسانية وهذه توجيهات علية صاحب جهلة نحترم شروط الإقامة وفي نفس الوقت نضم سياسة الهجرة التي تكون مندمجة وفعالة وتكون أساسية لا يمكننا أن نسمحه بنوع من الفوضى في هذا المجال لأنه ستكون لدينا انعكاسات سياسية وخيمة وسيكون لدينا انعكاسات أمنية صعبة وبالتالي ستشجع على هجرة غير منظمة وغير مؤطرة بالقوانين الجبال العمل ترجمة نانسي قنقر